ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عفظ سوريا قلب العروب النابر يوم يخلط فيه دمش هدائي والمجاهدين على حب البنادق بنادق العزة والكرامة بيوم التحذير زرانا أرواحا بين النجوم وأجسادا طاحنة في فى الأرض المؤتسة فقط طفع من أعالي السماء حصاد الكرامة والعزة وفي هذا الانتصار كون التحذير والمفع لانطاقة الوعد السابق الذي يصنع التحرير والمقاومة الرئيس بشار حافظ الاسم ولشيش العربي السوري وللمقاومة الإسلامية اللذان سترابط الله سيكتبوها التعليم بأحرف من نور هي سوريا العتية أم العربة والحضارة واللاذة الأبطال والأطرياء واهبة الشهداء تعالق أرض المقاومة في لبنان الحبيب وفلسطين الرغوبة والإراد الشامح واليمن الصامح وكل مهاجم في تراب وطنها العربي سوريا موئر الأطياف والمحبة مرضع الفلساني الأسيلة بتوجيه من رئيس مجلة الدفاع العربي السوري في لبنان الدكتور علي حسن طقو ستطفع كريفين على أيها التكريم من أهم الأمور التي تساعد على نموه وتحقيص المجتمعات ونطيها وتقدمها يدفع نحو التمييز والتقوة وبذل المزيد من الجهد الإيجابي الفعال في خدمة المجتمع وتكريمنا اليوم بمثابة الشفر والتقدير للعمل المتميز والأسيمة خلال السنوات الإيجاب التي مرت على سوريا حبيبة فمرحبا بكم شركاء النصر والانتصار شركاء السهادة أخوة الدني المقدس مرحبا أهل النورة والصمود أشكر وجودكم وسائكم لإنجاح هذا المهرجة من الغالي على قلوبنا جميعا سوريا قلب العروب والنابر في قاعة الرجل الأشرح السيد حسن نصر الله والشف موصول لإعلامنا المرطني الذي انتشف حقائق الإعلام المغرل والمزيف والشريك في سفك التميز السوري والدحية لشعبنا الأبي وحزبنا العزيم اسم البحث العالمي الاجتنامي كما أحبكم الشكر الشيخ سلمان عصاف الباطري مؤسس منطقة الأسرة السورية أشكر شركة رمان دريدي المروم الممثلة بالسيد أعباس رمضان أشكر الشخصيات السياسية والإعلامية والعشائرية أشكر أعضاء مجلس الشعب أشكر جميع الشخصيات الدينية من جميع الطيف السوري واللبناني وجميع المحطات الكلفزيونية والعالمية وكل الإعلاميين والناشطين والمنظمين على حق سوريا والمقاومة والعروف التقينا واجتمعنا وعلى اتبار العزة والكرامة وأصدار النسجي الجللي ننتقل شكرا شكرا